اهلا وسارا بمتابعنا على موقع توجي نت فيديو مختصر لطريقة تسجيل في المدارس الوطن التجارة سيلوين سيجي بعد الدخول الى تخوض بفئة توجي نت بوان نيت كما تلاحظون في الصورة اذا هنا لدينا موضوع المباراة وهنا لدينا موضوع اخر متعلق بمعدلات الانتقاء السنوات السابقة والمراسلة الوزارية 2022 اذا يمكن التراع عليه اذا اللي هم هنا هو ازراءات التسجيل وصرح طريقة الترشيح اذا بعد الدخول كما تلاحظون التسجيل فقط عبر الانترنت منذ سنوات اليون سيجي يتم فقط عبر الانترنت من 1722 لغاية 2722 وهو اخر اجل هنا لدينا شروط الترشيح اذا باك دائما باك السنة الجديدة السنة الجارية 2022 او باك السنة الماضية باك 2021 في المسالك والشعب التي امامكم هنا من طبع الحال لدينا عدد المقاعد حزب المذكرة الوزارية المخصصة بالشكل النهائي لدينا 4040 مقعد من اجل ولوج السنة الاولى من طبع الحال بزبال مدارس الوطن التجارة سيلوين سيجي هذه السنة اذا هنا لدينا الاجراءات والمذكرة الوزارية اذا الذي همنا هو بعد الدخول الى رابط التسجيل كما تلاحظنا في الاسفل اذا بعد الدخول اذا تأتي هذه الصفحة سوف نختار باك ماروكا او باك اتخون جاي اذا نحن باك ماروكا ثم نتابع على مرحلة الموالية سوف نقوم بكتابة رقم ما صار المتكوين دائما من حرف وتسعة ارقام ثم اختيار سنة نطلبك هل هي الفين وواحد وعشرون ام الفين واثنين وعشرون ثم تاريخ الازدياد ثم الضغط على كما تلاحظون بعد ذلك اذا كانت المعلومة صحيحة تأتي هذه الصفحة نقوم بكتابة ثم اختيار كلمة المورور متكوينة من تماني احروف وارقام ثم اعادة تأكيد كلمة المورور ثم الضغط على كخيه ثم نتابع كانت هناك خطأ في كلمة المورور فيجأ الرجاء التأكد من طبيعة الحال كلمة المورور انتم من تختارها كيفما كانت وتتكون كما قلنا من تمانية احروف وارقام ثم نتابع الصفحة الموالية يجب علينا التوجه الى البريد الالكتروني الذي تم تسجيل به توجه الى الجيميل كونديداتور تفاهم وفيريفيكاسيون دي اليميل لنجد الرسالة يجب الضغط على هذا الرابط بعد الضغط على هذا الرابط سوف يتم مفتح هذه الصفحة اذا يطلب منا من جديد كتابة اليميل الذي استعملناه ثم كلمة المورور متباس التي اختارناها ثم الضغط على كونيكسيون ثم نتابع الصفحة الموالية تفتح هذه الصفحة كما تلاحظون معلومات معبئة بشكل سابق وتبقى فقط بعد المعلومات اذا نتممنا رقم الهاتف مثلا ثم الضغط على الصفحة الموالية تأتي هذه الاختيارات كما تلاحظون بسبب المدارس اذا نقوم بترتيبها كما ترغبون من طبيعة الحال معايير الترتيب تختلف حسب كل شخص اما البعد او القرب اما سمعة المؤسسة اما طبيعة الحال معايير اخرى لكل واحد اختيارته اذا قلنا لذين هنا 12 اختيار 12 مؤسسة نقوم بترتيبها حسب الافضلية لمن اراد تغيير الترتيب من جديد اذا غير سيناليزي لشواء ومن طبع الحال سوف يتم اختيار الترتيب المناسب اذا هنا بعد اختيار ما يلزم هنا في الاسفل كما تلاحظون لدينا اقونتين بالازرق وبالاحمر يعني بشكل مؤقت يعني هنا شكل نهائي اذا اذا ضغطنا على شكل نهائي اذا لا يمكن تعديل الترتيب ولا يمكن تغيير اذا نصيحتنا في موقع تجنينات في الايام الاولى يجب الضغط فقط على انتظار يومي غاد او ما بعدها يومي غاد او الى غير ذلك يمكنكم تغيير الترتيب وتعديل الى غير ذلك طبع هذا الهال اذا هذا هو ولكن في حالة الضغط على انتظار اذا سوف يتم تحميل المطبوع وقتها لا يمكن تعديل ولا يمكن التغيير كما تلاحظون التلميذ يعني الضغط على انتظار تأتي هذه الصفحة كما تلاحظون للتوضيح فقط نوضح بعض المعلومات الهامة بالنسبة لأهمية الترتيب حتى لا تقع لكم مشاكل في وقت لاحق اذا نترككم مع هذا التوضيح الهام جدا والذي ننصح بالانصات اليه جيدا اهمية الترتيب دائما حينما تمنح لنا مؤسسة في ترتيب معين مثلا مؤسسة في اليونسج مثلا وجدة اذا ماذا يعني ذلك النوحي اذا منحت لنا اليونسج جيدا فالمؤسسات التي تلي اليونسج جيدا حسب الترتيب الذي اخترناه تحدث بشكل اوتوماتيكي ونبقى نتنافس على اليونسج جيدا وما قبلها يعني جديدة اقدير الى غير ذلك كما يشير هذه الحالة التي امامنا تأكدنا من كافة الامور نضغط على انجتري كما تلاحظون لتأتي هذه الرسالة وهنا يخبرنا الموقع من جديد هل انتم متأكدون اذا اذا تأكدنا من كافة الامور نضغط على كما تلاحظون اذا بعد الضغط عليها اتي هذه الصفحة بها متبوع تسجيل متبعتها على شكل يمكنه تحمله واحتفاظ به لوقت لاحق في حالة القبول في الانتقال الاولي سوف نحتاجه نقطة اساسية اخرى نود الاشارة اليها من مكان من خلال كتابة رقم ما صار هنا او رقم بطاقات تعريف الوطنية اذا رقم ما صار ثم البحث اذا هذه اللائحات تخبركم طبعا الحال عن كونكم تمت عملية تسجيل بنجاح لمن لم يجد اسمه هنا فاكيد هناك مشكل اما في يعني لم يختار باك ماروكين او اختار باك ماتران اترانجي او هناك خطأ ما في تسجيل الى غري ذلك هذه المرحلة من اجل التأكد من كون عملية تسجيل قد تمت بنجاح اذا كذلك لمن ارادت دخول من جديد لحسابه يكفي من مكان كونيكسيون كما تلاحظون نقوم بكتابة ليمايل ولموت باس والاطلاع من جديد على حسابكم اذا مرة اخرى نشكر الجهة المعنية عن المنصة الوينسي جي بالوزارة عن المعلومات التي قدمت لنا لا تنسوا المشاركة الفيديو بين اصدقائكم مع تحيات فارق موقعة جينت والسلام عليكم ورحمة الله تعالى اشتركوا في القناة